اشتركوا في القناة هو الآن موجود في منزلة الزبرة وهي للربح والحرية والصلاح والإصلاح ورح يمكث فيها حتى تمام ساعة 5 و16 دقيقة من صباح اليوم اللي هو الأربعة 19 وخمسة لا ينتقل بعدها لمنزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات طبعا القمر بما أنه موجود بالأسد فحكينا أنه تأثيره رح يكون على جميع الأبراج بهاي الفترة أنه منكون أو بيكون الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا عليه من الناحية المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناع حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين إلنا طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية في عنا زاويتين قبل خلو المسار وزاوية ما بعد خلو المسار الزاوية الأولى اللي رح تكون هي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام ساعة ثنتين وخمس وخمسين دقيقة صباحا بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة عنا بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الشمس وهذا زاوية بالدل على أنه الآن أصبح القمر نصف بدر تحديدا هو الربع الأول وهاي رح تكون في تمام الساعة سبعة واثنعشر دقيقة مساءا هذا الاتصال بخلق لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين بعد هاي الزاوية مباشرة بصير عنا خلو المسار يعني بيبدأ خلو المسار الساعة سبعة واثنعشر دقيقة مساءا وبيستمر حتى تمام الساعة ثمانية وثمانية وخمسين دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل بعدها القمر لبرج العذراء هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدانا فيه قبل خلو المسار طبعا القمر بنتقل وبصير بالعذراء الساعة ثمانية وثمانية وخمسين دقيقة مساءا ما هو بيكون منتقل قبل هيك ولكن في هذا الوقت بيبلش يشكل أول زوايا لإله غير متصلة فعشان هيك نحسب من هذا الوقت انتقاله للعذراء والقمر لما بنتقل للعذراء طبعا جميع الأبراج منعود الآن لطبيعتنا الجادة ومننتبه أكثر لصحتنا بممارس التمرير الرياضية أو البدء بحمية بتساعدنا على المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك لا وردة ولا شاردة دون تفحصها منجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام نشعر أن الناس شحيحون في عطاءهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا أو نتفقد أنفسنا ونتوهم أمراض ما لها وجود هاي أفضل فترة للتخلص من عادة سيئة كالتدخين وشرب الكحول بوسع نقتناء حيوان أليف ومطالعة كتاب مفيد والبدء بوظيفة أو عمل جديد طبعا بعد انتهاء خلو المسار في زاوية رح تتشكل هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة عشرة وصد دقائق مساء يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا بما أن القمر رح ينتقل للعذراء فمعناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة يوم 21.05 بيبدأ خلو المسار الساعة 57.55 دقيقة مساء وبيستمر لليوم التالي أي ليوم السبت 22.05 حتى تمام الساعة 1.35 دقيقة فجرا لينتقل القمر بعدها لبرج الميزان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر زي ما حكينا المربع الأول 8 أيام في تمام الساعة 58.51 دقيقة صباحا بيصبح 9 أيام نسبة الإضاءة 50% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم 20.05 يعني بكرة بتنتقل الشمس يوم الغد بتنتقل الشمس وبتصير انتقلت للجوزة نحكي عنها في حلقة الغد طبعا هي اليوم منتحسة بنسبة 30% أما بالنسبة للقمر في الأسد بدي انتقل للعذراء رح يمكث في العذراء لغاية يوم 22.05 منتحس بنسبة 10% أما بالنسبة للعطارد في الجوزاء حتى يوم 29.05 سعيد بنسبة 60% الزهرة في الجوزاء حتى يوم 2.06 سعيد بنسبة 45% المريخ في السرطان حتى يوم 11.06 سعيد بنسبة 60% المشتري في الحوت حتى يوم 26 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 23.05 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 25.06 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ابتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم هاي فترة مثمرة إيجابية ابتستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر هذا اليوم الجو مناسب لتلبية الدعوات باستطاعتك المبادرة الظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولات أما في ساعة المساء بتكن تنتبهوا كثير لصحتكم أكثر من المعتاد لأنه بيتراكم فيها العمل أو الإشي أو بزيد العمل كثير فممكن سبب لكم الإرهاق أو ممكن تشعروا ببعض التعب الصحي أو التوعوكات الصحية ممكن تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من الأعمال طبعا في ساعات المساء وبكرة رح نحكي بالتفصيل عن هذا الحدث برج الثور بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم بتجدوا تعاون من أفراد العائلة وممكن تضطر للإهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم إشي أنه لا تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية اليوم بيحمل مصاريف إضافية عندك لغاية ساعات المساء من ساعات المساء بتبحثوا عن قاسم مشترك بتجمعكم بأحبائكم بتعيش لحظات سعيدة وناجحة وإنفراجات وتطمينات ورومانسيات برج الجوزاء بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم ممكن يخرج في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل برضو مع أخ أو جار بتتمتع بسرعة بديها وخاطر وباستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح الأفكار لجديدة ممكن تحصل على فرصة جديدة لتفسير مشاعرك وتبرير مواقفك بتنشط بالتنقلات والاتصالات لغاية ساعات المساء من ساعات المساء بتعيد تنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي برج السرطان ثم فرصة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي مع هيك بدكوا تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالج استحقاق مالي أهم شيء إنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم شيء إنك تتفائل لغاية ساعات المساء من ساعات المساء بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر القصير والاتصالات أهم شيء إنك تكونوا أكثر وعيا على الطرقات برج الأسد بتبدأوا اليوم فترة أفضل من سابقتها بتعيد لكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي اليوم بيحمل انفراج وتقدم الموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بحكمة وواقعية للأمور وبتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح جيد أما في ساعات المساء بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم بتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من السرقة والضياء برج العذرة بسيطر التعب عليكم حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف أموركم والتعامل مع الغير ممكن تتدمر من تأخير أو من سوء تفاهم أو من التباس حاغر من البدء بأي شيء جديد هذا اليوم لأنه ما زال القمر موجود في بيت المتاعب لغاية المساء برضو لا تسمح للقلق أنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط نظم أمورك وضاعف مجهودك هذا التعب اللي أنت بتشعر فيه والتأخير والتراجع يعني بزول مع اقتراب ساعات المساء تمتلق نشاط وحيوية وبتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لو اتجاه بناسب وضعك الحالي وبتتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك مرج الميزان بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن يطلقى دعوي لحضور حفل أو مناسبة سعيدة حاول أنك تطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك ممكن اليوم يكون فيه نوع من أنواع التحالف مع الزملاء والأصدقاء والجيران أهم شيء أنك ما تبقى وحيد اخرج للقاء الناس لغاية ساعات المساء من ساعات المساء بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم وما توقع على عقد ولا تحسم أمر هاي فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحض بسبب أنه القمر بصير موجود بالعذراء لهو بيت متاعبكم برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وهذا يوم مناسب للي بيبحث عن عمل أهم شيء أنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم فيه نوع من أنواع المفاجآت ممكن تصير معك اليوم ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسئولية لأنها هاي الفترة صعبة لغاية ساعات المساء من ساعات المساء بتنشطوا بين الأصدقاء ومنكم ممكن يشارك في حفل أو مناسبة سعيدة برج القوس بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وممكن تشارك في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بتلتق اليوم بوجوه وآراء وثقافات مختلفة أجواء لطيفة بتحيط بحياتك وهذا شيء جميل أهم شيء إنك تعزز العلاقات الاجتماعية والعائلية فالفترة هاي مثمرة على جميع الأصعدة لغاية ساعات المساء من ساعات المساء بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية هذا يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل أهم شيء إنك تتجنب الخلافات وإسعى لتلطيف الأجواء قدر الإمكان برج الجديد بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بيناسبك إطالة الخلاف والزعل بل سارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن تناقش موضوع إرث أو موضوع مالي خلال هذا اليوم أما في ساعة المساء بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر البعيد والاتصالات البعيدة كونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن برج الدلو بترغبوا اليوم في تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف آخر أهم إيش إنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب باردة أهم إيش إنك ما تتصرع باتخاذ القرارات أما في ساعات المساء بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة حاول إنك تنجز الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاول تنفيذها دون تردد وما تلتهي بالأمور الثانوية برج الحود بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا إنجزوا فقط ما بوسعكم دون المبالغة في ذلك بدكوا تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم لغاية ساعات المساء ما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كون أكثر تنظيما وأحسن إدارة الوقت اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحفي خذ قصة من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن لغاية ساعات المساء في ساعات المساء ابترغبوا في تعزيز شراكاتكم كونوا أكثر تفهما لوجهة نظرهم حاذر من الخلافات وحاول إنك ما تضخم الأمور يعني بتكون طاقتك ضعيفة في ساعات المساء برضو انتبه لوضعك الصحي هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء